نحو مدى زمني أطول تمتد العمليات العسكرية في البحر الأحمر وتنفتح على أفاق وأجندات وتبعات دولية متعددة ومتشابكة والواضح أن الولايات المتحدة تؤسس لشكل جديد من الصراع ظاهره استخدام القوة العسكرية غير المؤذية وباطنه تحقيق مصالح جيوستراتيجية وهذا ما يدركه الحوثيون ويمضون فيه قدما مع الأمريكان وفق هذا المحدد الاستراتيجي تتواصل الهجمات المتبادلة ويعلن عن تفاصيل يومية آخرها إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنها ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وإضعاف قدراتهم العسكرية السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية اللواء بات رايدر قال في بيان إن بلاده تريد وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وترغب في رؤية وقف إطلاق النار في غزة وأضاف أن عدوان الحوثيين مستمر في منطقة البحر الأحمر ويؤثر على حياة البحارة الأبرياء وحرية الملاحة وأن سلوكهم المتهورة يهدد الاستقرار الإقليمي تحمل التصريحات الحوثية الأمريكية المتبادلة نبرة عداء واضحة لكن المواجهات بينهما محكومة بقواعد الاشتباك وبالمصلحة التي تستلزم إبقاء الممر الملاح باب المندب قناة السويس ممرا غير آمن وفي ذلك مصلحة أمريكية خاصة بخلق حاجة أكبر للممر الملاح الغرب المسمى ممرة تنمية الذي تسعى واشنطن لفرضه على المجتمع الدولي كحاجة ملحة والواقع أن هذه المحاولات الأمريكية هي قفزة كبيرة على المحددات الجغرافية والجيوسياسية الحاكمة للمنطقة ومن الصعب جدا نجاحها